اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على اهمية مواصلة تعزيز الافاق الممتدة تاريخيا للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة واستمرار مد جسور التواصل الحضاري بين البلدين ونواه سموه بما يربط البلدين الصديقين من علاقات استراتيجية تستند الى عقود طويلة شهدت خلالها مسارات العمل والتنسيق المشترك تطورا ونماء مستمرا في كافة المجالات لسيما العسكرية والدفاعية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القذيبية اليوم بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي ومع لشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعدت الفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان ألواء بحري فينت مكارتي قائد الأصول الغربي بجمهورية الهند الصديقة والوفد المرافق له حيث أشار سموه إلى ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة من مستويات متقدمة مؤكدا سموه أهمية العمل على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع بما يعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك